السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على رموز اعطاء الجهاز تكييف شرب. اول كود معانا اي واحد. ده العطل بيكون سنسر هوى الراجع. الوحدة الموجود في الوحدة الدخلة. عطل اي اتنين طبعا محتاج تغيير. عطل اي اتنين سنسر التجمد للوحدة الدخلة. برضو بيكون محتاج تغيير. اي تلاتة حساس الهوى الخارجي للوحدة الدخلة. اي اربعة حساس مصورة الطرد. اي خمسة سحب امبير عالية غير طبيعي. طبعا بنكشف على الكباس واي المروحة الشغالة ولا لا. واي القهربة مزبوطة ولا مش مزبوطة. كود اي ستة. اه سبب العطل نقص في ريون او في خفص سدد. اه سدد بالكابيري او اتساخ المكسف او اتساخ الفلاتر. طبعا بنحل مشكلة الاتساخ المكسف والفلاتر نتأكد انهما تمام. وبعد كده بنكشف على السدد في دائرة الفريون او نقص تسريب في الفريون لو ظهر عندنا عطل اي ست. اه عطل اي تمانية او كود اي تمانية سبب العطل خطأ في التواصلات بين اللوحة الرئيسية للوحدة الداخلية ولوحة التحكم. ده بيكون ممكن يكون مشكلة في التواصلات مقطوعة او مفصولة او المشكلة ممكن تكون في البردة. كود اي تسعة سبب العطل شحنة الفريون لازد مزبوطة. خلل في دائرة الجهاز ناتج عن خفص مواسير او سدد بالدايرة. مشكلة اه سدد في الدايرة او شحنة مش مزبوطة او ارتفاع درجة حرارة اه المكان الوحدة الداخلية. كود اي اي سبب العطل وجود هوا بالدايرة او نقص في ريون. لازم نعمل فيكم اه كويس جدا. علشان ما ازهرش العطل الف اي. اللي هو اخراج الهوى من الدائرة قبل الشحن. وممكن يكون السبب نقص في ريون. محتاجة تزود في ريون. كود الف بي سبب العطل ارتفاع درجة حرارة مكسف الوحدة الخارجية. ناتج عن عطله بمروحة المكسف. يعني اه في حرارة زيادة على المكسف وعلى المطور بسبب ان المروحة المكسف مش شغالة. طبعا نشوف اي عائق. اه مخلي المروحة مش شغالة. او لو لو تلفى طبعا محتاجة سيانة او محتاجة تغيير.